بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على الهادي إلى سبل السلام القائم لربه بالحجة الهادي الناس إلى المحجة الذي لم يزل مذبعته الله للعالمين بشيرا ونذيرا لم يزل سراجا ينير السبل ويخرج العباد من ظلمات الجهل والجهالة إلى نور اليقين وبعد إخواني أخواتي هذا برنامج بصمات سور القرآن نقدمه ضمن 114 حلقة بعدد سور القرآن الكريم وإنما قصدنا به إعانة إخواننا وأخواتنا على استحضار بصمة وميزة كل سورة وميزة كل سورة من سور التنزيل قبل الشروع في تلاوتها وحفظها وليس المراد استقصاء المعاني على التفصيل وإنما يقفي منها ما أعانى على تعرف السمة الغالبة والوجه العام الذي يطبع الصورة برمتها وينزل منها منزلة القطب من الرحى ذلك أن لكل صورة من صور التنزيل سمات وخصائص هي بصمتها التي تميزها عن غيرها بما يجعلها وحدة فريدة ولا شك أن من تلاها مستحضرا معانيها الكلية سيصطبغ قلبه بتلكم المعاني وهكذا حتى يأتي على كل الصور فيصير قرآني القلب والفؤاد والجوالح إخواني أخواتي إن عملا كهذا كفيل بإذن الله تعالى بأن يعينكم على تدبر آيات القرآن الكريم وتعقل معانيه العظيمة والتحقق بحقائقه العلية والتخلق بآدابه وسجاياه السنية على نحو ما قررته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابت كان خلقه القرآن وإنما توجه قصدنا إلى إعداد هذه الحلقات وتقديمها لما رأيناه من تزايد الإقبال على كتاب ربنا من لدن فئات كثيرة من المؤمنين والمؤمنات والحمد لله فأحببنا أن نكون عونا لكم ولهم على تدبر كتاب الله بما يجلي جملة خصائص صوره وما تمتاز به كل واحدة عن غيرها فلا يشرع المؤمن في قراءة أو حفظ صورة من كتاب ربه إلا وقد ارتسمت بعقله وعلقت بقلبه معاني هي كالأصول والقواعد التي ترد إليها سائر معاني ما يتلوه من آيات تلكم الصورة فلا تلبث الآيات أن تترادف ويمسك بعضها بحجز بعض فلا يفرغ المؤمن من تلاوته إلا وقد استوت المعاني وصحب الفؤاد تصورها وانسكبت على القلب أنوارها فأكسبته طمأنينة وسكينة ثم لا تفتأ الجوارح تلين ويطيب كسبها وتلك سنة الله تعالى في التالين لكتابه بتعقل وتذب سنعتمد إخواني أخواتي خلال تقديم كل حلقة من حلقات هذا البرنامج القرآني على تصميم موحد يضم العناصر التالية أولا أسماء الصورة ومعانيها ثانيا ترتيبها وعدد آياتها ثالثا صنفها مكية أم مدنية رابعا سبب نزولها وما ورد من أخبار صحاح في ذلك خامسا فضلها وما امتازت به من الفضائل والمكارم من لدن منزلها سبحانه وتعالى سادسا مقصدها العام وغرضها الكلي الذي جاءت ونزلت لأجل أن تقصد إليه وتحققه في دنيا الناس سابعا تناسبها ومناسبتها لما قبلها وما بعدها من الصور وبالله التوفيق وعليه التكلان والحمد لله رب العالمين